اشتركوا في القناة تونس العاصمة سجن فيها 19 في مستوى الـ 14 درجة بالمرتفعات على الأرقام كانت في البرمة في برج الخضرة 24 درجة وميزات تقصي اليوم بعد تقصي على ذباب نشوفهم كل عادة من خلال تسلسل لصور القمر الاصطناعي ولميز حالة سماء هو ظهور مجموعة من السحب من النوع المرتفع في أغلب الجهات تقريبا رياح كانت نشيطة نسبيا في المناطق السحلية ونوصلت سرعتها إلى مستوى 60 كم في الساعة الليلة بازلت أجواء مغيمة جزئيا في أغلب مناطق البلاد درجة حرارة تكون من بين 10 إلى 15 درجة في حدود 7 بالمرتفعات الغربية للبلاد مع تواصل نشاط رياحة الجنوبية الشرقية بالمناطق السحلية وينتتراوح سرعتها من بين 40 إلى 60 كم في الساعة وأمكانية ظهور ذباب محلي آخر ليل بالنسبة ليوم الغد إن شاء الله مع تواصل تدفق الطائرات الجنوبية ممكن سجلوا ارتفاع تفيف في درجات الحرارة إمكانية ظهور ذباب محلي في الساعات الأولى للنهار في معدد ذلك مذننا معنيين بأجواء مغيمة جزئيا إلى أحيانا كثيفة تسحب بالمناطق الشرقية للبلاد قراءة سريعة لدرجة حرارة قصوى المتوقعة اليوم الغد تونس الكوبرى توقع تزيل 20 درجة 17 في جيدة وطن قبلي 20 في زغوان وفي أقصى شمال في بنزرد في ربوع شمال غربي تصل حرارة ظهرا إلى مستوى 19 درجة في تبرقة في باجة 18 في جندوبة 19 بيسليانة بالكيف 17 بمناطق الوسط بيتالة 17 بالقيروان 19 درجة بجية الساحل بسوسة بالمنستير سعود الحرقس وإلى مستوى 19 في المهدية في عاصمة الجنوب بسفاقس وبجزر قرقنا ممكن سجل 20 في سيدي بوزيد في القاسري 17 بالنسبة لمناطق الجنوب الغربي بقافس 20 22 في توزر في قبلي تصل حرارة ظهرا إلى مستوى 22 درجة ممكن سجله 19 في قابس وببقية مناطق الجنوب الشرقي للبلاد بجزيرة تجربة تصل حرارة إلى مستوى 16 درجة 23 في مدين 24 في تتاوين و25 برمادة بالنسبة للملاحة والسيد البحري بسوحن شمالية ريح في أغلبها جنوبية الشرقية سرعاتها من 25-30 عقدة البحل يكون شديد الاتراب إلى متموز بمنطقة سيرات بخاليس حمامات وبجدة السحل ريح أيضا جنوبية شرقية سرعاتها من 25-30 عقدة البحل يكون شديد الاتراب بمنطقة شابة ريح تكون جنوبية شرقية سرعاتها من 25-30 عقدة وتتقلص تتراجع شراتها إلى مستوى 15-25 عقدة في فترة ما بعد ظهر بحر شديد الاتراب وبخليج جابس فالي تريح تكون أقل نسبيا من بين 15-20 تصل محلين إلى مستوى 25 عقدة والبحر يكون شديد الاتراب مضترب كنا عادة أمدوكم فكرة حول حالة تقص ببعض المدن والعاصم الأجنبية بين واكشوت نجاق وظهور بعد السحب بالدالبيضاء 18 درجة سماء صافية بالجزائر 18-22 في ترابلوس تقص مشمس في الخرطوم 26 بالقهرة بعد سحب العابرة 18 درجة بالبقاء المقدسة 22 في المدينة منورة 16 في مكة المكرمة سماء صافية بالدوحة سحب عامة قليلة بمسقط بأبوذبي 21 بنسبة الكويت 18-16 في بغداد تقص بيرد نسبيا بالقدس الشريف وبدمشق 7 درجات 12 في بيروت 8 بإستنبول مع ظهور بعد سحب وبأوروبا بيروما 16 درجة أجواء شديدة للبرودة بفيانا درجتان 4 ببريكسيل 7 ببريس أمتار في مرسيليا 12 درجة تقص ممتار أيضا في مدريد وبلشبونة 14 درجة تطور الوضع الجوي خلال نهاية هذا الأسبوع بالنسبة ليوم السبت تقلس كبير في حدة وفعلية ريح ريح في غلب من مياه قطع الجنوب بسرعاتها لا تتعدى 30 كم في الساعة اتباعا لذلك البحر يكون قليل الاضطراب بكافة المجرات البحرية ومرأم لمختلف الأنسطة أجواء عموما مغيمة جزئيا في أغلب مناطق البلاد ودرجات الحرارة تكون في حدود الـ 14 بالمرتفعات أرقام تتروح من بين 17-22 ببقية الجهات بالنسبة ليوم الأحد نتوقع ظهور مجموعة مصحوب العابرة على كاميرا البلاد وليتكون أحيانا كثيفة بشمال قد اترفقها بعض الأمتار المتفارقة تتنقل الطائرات الهوائية لتكون من القطاع الغربي نشطة نسبيا قرب سواحل وضعيفة لما تدل دخل البلاد البحر يكون مضترب إلى متموج مع تزيل استقرار في درجات الحرارة موعيد شروق والغروب اليوم الغد شروق الشمس بإذن الله يكون في الساعة السابعة و 27 دقيقة وغروبه في الساعة الخامسة و 36 دقيقة لمزيد من المعلومات والإرشادات نذكركم بقنوات التصالي الخاصة بالمهد الوطني لرأس تجاوية لأرسائلات القصيرة موقع الواب ورقم الموزع الصوتي 884040 أوقات سالات اليوم الغد سالة صبح بداية 16 إلا 3 دقائق سالة الجمعة من تصف نهار و 38 دقيقة سالة العسر في الساعة الثالثة و ربع سالة المغرب في الساعة الخامسة و 38 دقيقة و سالة العشاء بإذن الله في الساعة السابعة و 6 دقائق شكرا على حسن المتابعة والاهتمام إلى اللقاء